ميراي السيس عم تقول اخت احكي عن اللي ساير بفرنسا لو سمحتي كنت عم حضر للحلقة بس اسمعت تراتيج انو رئيس فرنسا اعيل انو الاسلام هني انفصاليين وانعزاليين وبدو يقضبون وما بقى يناموا بعد اليوم والمسلمين حول العالم مقاطعين البضائع الفرنسية انتقاما ونصرة ونصرة الا رسول الله يعني بدي اقول شغلي بصراحة هو بوست كتبه زوجي وحبيته كتير انو لي ما بتقاطعوا فرنسا انو تطلعوا منا اعطعوا بطلوا تسافروا ع فرنسا المسلمين الموجودين بفرنسا يتركولون ياها اعطعوهم هيك يعني اليوم لما نحنا مثلا معنو نحنا اصحاب الارض بسوريا تركنا لكون ياها باللي فيها وطلعنا هي اسمها مقاطعة لما انا بدي اعطا باخد قرار اما بدي اقعد بحضنه وانتو فبدأنه يعني مانو منطع مع انو سوريا مانا حضنه وسوريا مانا ارض الوطن للعرب المسلمين فبنفس الطريقة يعني هل يوقل هل يوقل بالعقل والاخلاق والانسانية والديمقراطية والمصطلحات كله الدرجة اللي بيركبوا عليها المسلمين لحتى يمشو دينهم هل يوقل انو استاذ غلط وورجى رسومات موسيقى لمحمد الاستاذ صراحة هي اسمه حرية تعبير هو غلطه الوحيد انو استاذ مدرسة يعني بالمدرسة المدرسة للعلم ما الى علاقة لا بالاديان ولا الدعوة للأديان ولا التشفي والمسخرة على الأديان ولكن بشكل عام بالحياة هو حر ينشر رسومات لمين من بده هاي من فترة هاي بالكويت شو اسمه البنت اللي طلعت بهدلتها نشرت رسومات للعشاء السري طلعوا هللولة المسلمين وصار اسمه حرية تعبير وحرية ترسموا الله على رسمك وصحف تعمل معها مقابلات خلال 840 ساعة مبسوطين فيها طلعت خليجية ترسم المسيح وترسم الفنانين الخليج بالعشاء السري ليه على غيركم بيصير اسمه حرية تعبير وعندكن الا رسول الله ليه خير ان شاء الله هذا العين المقلوعة عندكن اللي ايما بده تستمر ما تشوفه بعينتين وحكمه بكفة عادلة وهل اللي عمله الاستاذ المدرسة بقابل قطع راس المسلم بفرنسا قطع راس الزلمة لانه عمل صورة يعني اليوم تخيل هاي البنت الخليجية اللي رسمت المسيح يروح مسيحي يقطع راسها هل تحريت التعبير حتى الإساءة خلنا نقول للمقدسات هل بتقابل قطع راس وين عايشين طب ما يرجعوا ورجعوا على السحرة اللي طلعتوا منا هونيك قطعوا روس وادفنوهم برمال واشربوا بول والبول خلطوا مع الجماجم وعيشوا وعيشوا وتنعموا بالطريقة اللي بتحبوا تعيشوا فيها فرنسا ما بصير فيها قطع روس يعني لما مجرد سنة الماضية مو من بعيد دخل هذا الرجال اللي مانوا مسيحي وعملتوا مسيحي ومشيتوا بالكذبة ورش العالم بالجامع المنطقة اللي نرشوا فيها المسلمين رح تقلب بإسلامية نسوانة تحجبوا صاروا يخلوكم تصلوا على سبيكارات ما ضل حدا ما بوس يشوف مسلم بالطريق لو من غير حارة يبوسه يخدم عابطة يطبطب عليه انه هو خجلان وآسف من اللي ارتكبوا هادو شخص علمانه انه شخص علماني ملحد وحادث أغاني الحادية ورايح يقوس بالمسلمين وربنا واحده بيعرف لوين رايح ولا حمل اي قبله من الانجيل ولا كان حامل صليب بصدره وسيارته وسميته مسيحي والبلد رح تتطوب للإسلام عا شوي لحتى يرضوا نوع بس قوع هالخمسين واحد اللي تقوسوا سامحونا طيب ما هذا قطع راس المسلمين شو كان رد تفعلون شو كان رد تفعلون قعدوا يهللوا حسبوه شهيد اللي قطع راس وقتلو الشرطة الفرنسية حسبوه شهيد وطلبوا ينحشر مع رسول الله طيب لما بتكون تفرحوا بتكون تتحملوا بتكون تتحملوا يقال عنكم ان انتوا غريبين هذا الدين غريب عن الحضارة غريب عن البشرية غريب عن الإنسانية انا اسفة اذا الكلام بيجرح بعض المسلمين اللي بيحسوا حالهم انه هنه يعني هنه خلقوا اسلام وما لا باليد حيلة مثل ما بيقولوا بس يعني ما فينا اليوم انا مرة قلتها السحارة السحارة اللي هي صندوق الخضروات او الفواكه لما بيقولوا ليش بتعمموا لما بتكون هالسحارة نصها عاطل لك اخي عشرة بالمية مننا عاطل علما انه بالاسلام الكمية اكبر ولكن عشرة بالمية بس عاطل مننا منقول هاي السحارة مضروبة ما حدا بياخدها ما حدا بيلمها بتروح بتشتري انت الشي اللي يعني انجا تلاقي فيها قطعة وحدة ثمرة وحدة ممكن تكون عاطل لانه ما في شي كامل تماما على الارض فله السبب بيعممو له السبب رئيس فرنسا بيقولك لازم يلتقى حل للإسلام بيعمم اي بدي يعمم لانه الإسلام في نوع ما بيقرا قرآن هذا ما في خوف منه اللي بيقرا القرآن وبيشوف آيات قاتلوهم يعذبوهم الله بأيديكم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله واللي ما بيؤمن بالله ورسوله فقطع الرقاب وقلع العيون وصلب هذا شو بدكن يا اي روح يعمل بدتجي بتقول مرة فعتت صبية من فترة حطتلي تعليق انو شو دخلو رسول الله محمد هو قالو للشاب يقتع راسه ايه الآيات قالتلو قالتلو قاتلوهم ويعذبوهم الله ويشفي الله صدوره قومين مؤمنين عمين عم تضحكو عندو آيات طالبة منو انا كتابي بالانجيل اذا ربنا طلب مني روح يقتل بيسير اقتل اذا بدي اامن فيه فحكما كل مين بدو يقرأ القرآن وبدو يقامن بالمكتوب فيه لازم يروح يقتل فيه سبيل الله والرسول هيك مطلوب منو شطبوا الآيات بتو شطبوها شي بتكون نقبل الآيات بالقتل اللي فيه وهو قتل مين اللي قالنا نحنا الكفار اخر شي بنطلع يعني غريب هالكفار عن جد هالكفار ما عندن ضمير ولا زرة احساس تركونا نقتلكون يا رجل يعني هالشعب المسلم البسيط اللي قاري كتابه بديروه على الجنة فيكم ليه ما بتخلو يقتلكون ليه بتخافوا منهم ليه عندكن اسلاموفوبيا انه كل شي بيعملوا انه بيقطعوا روس هم اوكي فهدا تعليقي باختصار على اللي عم بصير فمو بس اطعوا المنتجات الفرنسية اطعوا فرنسا فرنسا بيترجوكم اطعوهم كلهم على بعضهم ولا تشتروا من عندهم ولا تروحوا عليها ولا تفيزوا عليها والموجود فيها يروح يعيش يعني انا بصراحة اذا بكون هيك جاهزة للموت في سبيل حدا بروح بعيش محل ما هو موجود محل ما ولد محل ما اندفن فرنسا ما فيها لقب الرسول ولا فيها مكان ولادة رسول فاطح روحوا السعودية اولى فيكن وبهالامة العظيمة ترجع امجادة الخالدة بس بالسعودية دخيل عينكم لانه برا ما بيستحقوا هذا الارث العظيم اللي ناوي انتو تركوه ايه اردوغان بيقول مختل عن شو اسمه انه هو بده علاج نفسي رئيس فرنسا يعني كيف له عين فعلا الجمل ما بيشوف حردبته اكبر مختل نفسي بالقرن الحالي هو اردوغان يعني بيقولك كيف بيقدر هيك يعزب مواطنين فرنسيين وهنا يعني المواطنين الاتراك اللي المفروض محسوبين على التركية شو عملت فيهم الارمان شو عمل فيهم المسيحيين شو عمل فيهم اليوم ما في معمودية بتركيا انا عندي مئات المسلمين بتركيا بدون يتعمدوا ما في كنيسة ارتودوكسية تسترجع يتعمد ابدا ممنوع بامر منه للمختل الكبير مارتينوس عم بيقول التعميد والتبشير وتغيير الدين مسموح بالقانون التركي انا بتركيا بيبشروا بالشارع عادي بس الشعب هو اللي معقدوا القانون لا يا مارتينوس هذا الحكي كذب هذا الجملة نفسها بيسمعها عن سوريا بيسمعها عن مصر بيقولك لا القانون بيقولك في حرية الاديان القانون مجمد يعني هذا القانون التركي على زمن اتاتورك على زمن المختل عقليا اردوغان لا ممنوع هذا اخوانجي ما بيسمع مثل بسوريا تماما بسوريا بيقولك انت حر شو طابت ما بدك تكون مسلم اي عميل مسيحي بس بقلبك لا بيتغير على الورق على الورق غصبا عنك بدك ضل مسلم وولادك مسلمين لو بدك غير دين فحرية الاعتناق الدين هذا مجرد قانون موضوع بالدستور غير مفاعل كأنه مانو موجود حتى يعني يمكن اصدر حرية تعتناق الدين الاسلامي يعني متل ما عند العرب يقولك ممنوع ازدراء الاديان بان اصدر ممنوع ازدراء الدين الاسلامي لانه اليوم اذا بتلاقي قنوات اسلامية طالعين عم يسبوه على المسيح لكن القرآن نفسه قائم على فكرة انه هو يقلل من قدر يسوع المسيح ويغير اسمه ويحكي عن النصارى ويحكي عن اليهود وحفاظ قردة وخنزير وقصص وانه شوفوا نحن وين وشوفوا هن وين هو قائم على الازدراء اساسا القرآن ويعني رغم هيك بيقولك لا ممنوع الازدراء اصدر بالدين الاسلامي بس